الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر سهيل أبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده لا تريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط نعم ويمكن قراءتنا بين السطور في هذا التصريح حيث قال كثير من المحللين الذين راقبوا كلمات وصريحات البيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية وأخيرا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا حيث أكدوا أن هذه التصريحات تشير إلى أنه من المستبعد أن تكون هناك ضربات أمريكية موجهة لإيران مباشرة وقد يكون هناك ضربات موجهة على عدة مراحل ضد أهداف تابعة لإيران سواء في سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى ولكن مبدئيا من المستبعد جدا أن تكون هناك هجبات أو ضربات أمريكية مباشرة داخل الأراضي الإيرانية وذلك لمنع تصعيد الوضع ضمان عدم اتساع رقعة الحرب التي تشهدها المنطقة حاليا ولضمان استقرار المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية جدا بالنسبة للولايات المتحدة والتي يعتمد الاقتصاد العالمي على استقرارها وحرية الملاحة فيها وفي حال نشوء نزاع بين الولايات المتحدة وإيران في تلك المنطقة فإن ذلك سيهدد ليس فقط منطقة الشرق الأوسط ولكن سيهدد الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة حبر مضيق هرمز وبالتالي الولايات المتحدة سوف تحاول تفادي ذلك بأقصى الطرق ولذلك هناك الكثير من المحللين والمراقبين الذين يستبعدون تماما أن تكون هناك ضربات مباشرة على الأراضي الإيرانية وذلك رغم وجود أصوات متعالية من قبل عضاء في الكونجرس الأمريكي وبشكل خاص عضاء في الحزب الجمهوري التي تطالب بتوجيه ضربات انتقامية ضد إيران وذلك بعد الضربة التي تلقتها قاعدة أمريكية في الأردن وسقط خلالها عدد من القتلى والجرحى ولكن حاليا حتى اللحظة الولايات المتحدة تقول أنها اتخذت القرار بتوجيه بالرد ولكن هذا الرد حتى اللحظة غير معروف ماهيته وكيف سوف يتم وأين سوف يتم أشكرك شكرا جزيلا لكسو هيلة شهر مراسل الغد كنت معنا من واشنطن شكرا ترجمة نانسي قنقر